اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اكد أن مملكة البحرين في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح في ظهر الله ورعا قد كرست مبادئ التآخي والتعايش القائم على الاحترام المتبادل لحرية المعتقد لتحافظ على نموذجها الإيجابي لحرية الأديان وممارسة المعتقدات رغم المحاولات اليائسة من التدخلات في شؤونها للنين من نسيجها المجتمعية الواحد القائم على التعددية والتي استطعت المملكة أن تتجاوز هذه المرحلة من خلال سياسة ضبط النفس وبإرادة ويتلاحم وطني مميز جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر رفاع سيادة المطلان عطل حنى رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس في القدس حيث رحب سموه بزيارة سيادة المطلان حنى لمملكة البحرين وأكد سموه أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأولى وأن أي حل شامل وعادل لهذه القضية يجب أن يكرس حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته وأن مملكة البحرين تقف دائما مع الحق الفلسطيني ووضع حد للممارسات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف التي تقوض كل المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام الدائم وأدوها سموه بحرص سيادة المطلان حنى على زيارة البحرين ومشاركاته الدائمة في الحوارات والملتقيات التي تسعى إلى تأكيد دور الأديان في نشر ثقافة السلام والتقارب بين مختلف الشعوب والحضارات من جنبه يعرض سيادة المطلان عطل حنى عن سعادته بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد وعن تقديره لدور مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأشهد بما تليه البحرين من اهتمام بالغ بتعزيز ثقافة المحبة والسلام والتعايش بين الأديان والثقافات من خلال ما تحتضنه من ملتقيات ومؤتمرات متخصصة وما تتبعه من نهج يكرس القيم النبيلة وروحة وسماحة الأديان ودورها الفاعل في تعزيز الترابط المجتمعي متمنيا لمملكة البحرين كل تقدم وازدهار